نساء نور شباب بناتك اللي قاية تابعوني طبعا هذا الفيديو هو عبارة عن مقتطف لفيديو أكبر من عنده رابط الفيديو راح تلاقوه بأعلى يمين الشاشة الفيديو الأساسي إذا كان هذا الفيديو مع المعلومات اللي بي ما كانت كافية بالنسبة لكم تريدون تتوسعون أكثر بمعلومات مشابهة لهذا الفيديو فنقروا على الرابط فوق وراح تحصون على الفيديو الأساسي أو تلقوه أسفل بالـ Description شوفوا الفيديو موسيقى CT scan image are produced by passing x-ray through the body at a large number of angles by rotating the x-ray tube around the body a detector array array معناة سهم أعتقد أو array ترتيب معين طبعاً ما عرفه صراحة صراحة بس أنا ما يهمني صراحة كلش أقرى النص لأنه أنا فهمه يعني مو ضروري أعرف كل كلمة أنه يكفي أني أفهم النص مو أفهم الكلمات يعني أكو أحياناً أحياناً أضطر أنه أقرى بسرعة ما أحتاج أترجم طبعاً ما أفهمت النص هاي الكلمة تبقى كلمة انجليزية مو ضروري أروح أترجمها بس أقشرها حتى بعدين أحفظها هذه كلمة جديدة يعني هاي طريقياً أحياناً مثل هذه قاعد أستعجي شوية آآ أبوزد نعم نعم طبعاً حسا خلنفهم التومغرفي شما معنج أشوف أنها شئي ذات تام تومغرفي خلنا نقرأ بس هاي بشكل دقيق حتى نفهم طيب تاريتمور رافيه رفرس to a picture صورة a picture or graph of a slice slice معنى شم شريحة slice شريحة طوما معنى slice طيب the advantage of CT scan over radiography is its ability to disable a three dimensional slice صورة راح يطيني التمر في صورة ثلاثية الأبعاد of the body eliminating the superposition of anatomical structures شن معنى طالك هذا من هو مريض؟ هذا المريض؟ هذا هذا عندي هذا طبعا هاي كل هذان هذا ماشين هاي هذا شنو؟ دني كل هن كل هن هذا راح يدور بسرعة عالية اوكي؟ كل مرة هو قاعد يدور بها قاعد يطيني قاعد يطيني اكس راي اوكي؟ هاي راح تصور المريض من كل الجهات بحيث راح يطلع لي هنا نصور كلها اوكي؟ راح تروح طبعا هاي كلها هذان هاي كل هن وين موصولة؟ موصولة بالكمبيوتر الكمبيوتر راح يكون راح يسوي له اه معنى تركب الصورة تركيب الصورة اه يطيني بالنهاية من رتب للصورة الطانية صور عن المريض الصورة الشوعة راح تطلع الصور الشون راح تطلع خلي نروح لهنانا لهذا عمو جوجل اوكي؟ جوجلت على جوجلت اللبنانيين طيب اه الـ جوجل راح نكتب اريد توموغرافي اه توموغرافي توموغرا اه في اوف سي تي سكان طيب خلي نشوف الشون هاي طلع امج اريد امج اه شوفوا الصور اللي راح يطينيها هاي صورة شنو اخذ برأيكم خلنا اخذ هاي خلنا اخذ هاي شوف اللي صار شنو اه شوفوا الشان ضالع لي اوكي؟ الطاني هاي الصورة اقدر يعني طبعا هاي بعد ان صورتها صورت اخذت صور خزنهم بالشو اسمه؟ بالكمبيوتر انا راح يطيني عدد يعني الاف صور بلايين الصور اقدر انا كلب بكيفي طيب اجيلة اللي هنا هانا شوفوا هاي الصورة شون طلعت طبعا هذا المريض هسا نايم هاي الوضعية هي نفسها هاي الوضعية هاي الوضعية هي نفسها هادا طبعا راح يمشي راح يمشي على طول المريض آآ بحيث انه انا اقدر اصور اي جزء من عنده اي جزء من المريض اخذ عنا صورة طيب هنا نشوف طبعا هناخدها بصورة طيب اهنان هماتين شون التموغرافي اطانيها بصورة طولية هنانا بصورة اراضية هنانا بصورة جانبية فصورت هذا انسمي تموغرافي هاي الصورة اسميها تموغرافي يعني اطانيها ثلاثية الابعاد شفت كل اقدر اشوف يعني طبعا يعني سو علي القارج بينró العادية هاي الاكسري راح تطانيها تو دي. اوكي خلين نقارج ما بين الاكسري عادية على الاكسي رادية طبعا اللي هي هاي هاي أكسري عادية. اوكي تصور لي ايها الطانية بس ديني ما هي الطاني اكتر من هاي بينما اهنان اش سواء. لا. كتا شرح لي شرح لي المريض. شرفها الرهيم لماذا؟ لان كلها غاز. يعني كلها غاز فما ما رح يطلع عليه. ما انما هنا هذا شنو هذا الاحمر. هذا اعتقد عنده اوكي عنده خطية. فهذا هو هذا يطينيها ثلاثية الابعد. ما يطينيها هدودي مثل هايا. هايا بالتمر فيه. طبعا الان اذا اريد اخذ ممكن اقصها من النونة. اقصها من النونة. واشوف هاي شون مرتبة مع بعضها. اقصها هيش خانا نقول مثلا. اه حتى نكون هي شيء اوضح. خلنا يعني شوف شون طلعت. وين هي الصورة اللي اريدها. اه التوموغرافي للهاند. اوكي مو قاعد احصلها الصورة اللي يريدها. المهم احنا هنا رح اه اه هاي اللي يريدها. اشوفوا هنا هنا هذا الرست. سوري انه رح يطول وقت الفيديو بس يعني قاعد اشرح شيء حتى يكون ممتعة. يعني مو اكثر. اوكي شوفوا هايا. هاي الهاند. هاي التوموغرافي للهاند. هاي التوموغرافي شوفوا شون. هاي خالها بشكل جانبي. هاي صور عادية. هاي عادية. اوكي. هاي قلبها. قطت نهاية. هاي الاصابع. هاي هذا هذا. اوكي. لا هذا مو هذا الالنة. الالنة ممتكد. انه يعني رح تشوفوا مستقبلا انه صعب التحدد هاي يعني شوي صعب وتقرأها مسهل. فميهمني هسا اقعد اقراها يعني. اوكي. شوفوا هاي اكسراي. هاي صورة. صورة عن. اعتقد ما اخذيها بال. يعني صورة. يعني مو اكسراي هاي. صورة. طيب. هادا هنانا شنو هاي قاطعها هاي قاسها. من نانا. جاي القاس من نانا. اخذ لها سكشن من نانا. فطلع هاي. هاي. طلع بها الطريقة. اوكي. فباختصار هادا التمر فيه. اعتقد صاره سجد جدا واضح. اعتقد افضت في الشرح. ومالا داعي. هو اشرح. مهم. ففهمنا هسا الاكسراي. فهمنا انه تطيني ثري دي. فهمنا شون تتكون. اوكي. فهمنا. فهمنا انه جهاز. هذا هو جهاز يطيني تموغرافي. طيب. خلاصنا من هذا. الروح للماغنتيك رزنانس. ام ار اي. طيب. الامار راي هو نفس السيتسكن. مو نفس يعني نفس الشون. نفسه بالاااا. يعني بالكيفية. انه هماتي راح ادخل مريض. وهما جهاز راح يكون الشسمة. اكو يعني. بس الفقل يعني الفرق انه هنه راح نعتمد المغناطيس. وناضيس قوي. انه اعتمدنا اكسراي. بس اللي اخصد نفسه شونه. انه هم راح ادخل المريض بانبوبة مثل هايا. وهما راح يكون اكو تعرض لي اه يعني راح ادخله. مهم راح ادخله هنا. الصورة اقصد يعني الصورة اللي راح اطلعها هما تين تمر فيه. فبكل الاحوال الامار اي راح يطيني تمر فيه والسيتسكن راح يطيني تمر فيه. طيب. عدم المريض. المريض. طيب. north había کence. مهن رائه هو اطلعها. فيه، 0.5 cents متى. اعني لا اطلعها. اطلعها. لآنيanya حدى ما ترى ما 했습니다. كل ما ترى ما ترى ما ان Marketing بترديك سنفن. اه طبعا انتو قروها اوكي مو فات شغلة يعني صعبة اوكي بس اه هو يعني مسوي هي يعني مش شرح مسوي على شكل نقاط مو اكثر مهم اللي قاعد يقوله شنو هذا طبعا اهنا قاعد يشرحنا الامر ارعي اه رح اخلي اني المريضة هنا طبعا نفس هاي الكيفية سوري نفس هاي الكيفية اه بس هذا هذا احنا اكو مغناطيس قوي قاعد يتعرض المريض المغناطيس قوي طيب خليت اعني هذا المريض بمغناطيس قوي اللي صار شنو هنانا تأثير الامر اي ما رح يكون على العظم ما رح يكون عن طريق وانما رح يكون عن طريق يعني اي عضو موجود بمي رح يياثر عليه المغناطيس يعني رح يكون تأثيره على ذرات الهايدروجين الموجودة بالاجتوء اوكي هايا اله هذا هايا الهايدروجين هايدروجين اتم طبعا سوري يعني تعبت شوية الهايدروجين اتم اللي قاعد يساق قاعد اعرضها لمغناطيس قوي اللي راح يحيه هذا المغناطيس القوي هذا مجال مغناطيسي اللي راح يصير شنو الالكترونات مالاتها رح تصطف كلها باتجاه المغناطيس دي اش رح تصطف باتجاه المغناطيس قوي لدرجة انه رح يجذب للالكترونات الموجودة بذرة الهايدروجين باتجاه شنو؟ باتجاه المغناطيس سواها نهنانا وخرت المغناطيس طفيتها ايش رح يصير؟ رح ترجع الالكترونات الى حالتها الطبيعية بهذه الطريقة ترجع الى حالتها الطبيعية من ترجع الى حالتها الطبيعية هاي رجعتها رح تسبب لي تيار كهرباء رح تسبب لي شحنة كهربائية رح تسبب لي اشارة كهربائية اني عندي ريسابترز خاصة رح تكشف لي هاي الاشارة الكهربائية من تكشف لي هاي الاشارة الكهربائية رح تطني مكانها تطني مكانها الضغط او موجودة. اوكي? لهذا السبب راح تصور لي الجسم كتموغرافي. راح نروح هسا اه اه بعد يسجل. راح نروح هسا شنو نشوف الا نقارن. اه راح نقارن ما بين الا يعني سوري اصف. اه راح نقارن ما بين التوموغرافي موجود بالم ار اي او لا مو تموغرافي خلنا نقول م ار اي امج ام 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 اشوفه الطريقة هسه طبعا انا اتقصدت الهاند لانها عندي صور عن الهاند فحتى نعرف بالضبط يعني شونا الفرق. نعم. طيب. هايا شنو? آآ نفتح هايا. هاي هنان هشوفوا الصورة الفرغة طبعا هاي هم ابيض واسود. وهاي ابيض واسود. بس له نلاحظ انه هنان التركيز على العظم. التركيز على العظم. راح يطني صورة اوضح للعظم. شوفوا هنان ما مطني صورة واضحة للعظم. ما مطني صورة واضحة للعظم. اللي مطني ايها شنو? صورة واضحة للتشيوز للسوف التشيو. شوف انه نندت جلد حتى الجلد طالع. شوف الجلد الجلد طالع. ليش شكوا مكان بمي رح يتأثر بالمغناطيس رح تتأثر ذرات الهايدروجين موجودة به فرح يطيني صورة عنه. يعني رح يكون التأثير شون رح يكشف للمكان الموجود بالمي الموجود بذرات الهايدروجين رح يصور لي اياهم. اما هنا رح يكشف للمكان بالضبط الموجود بالعظم. رح يطيني صورة او رح للعظم. شوف هاي الصورة شون واضحة. بالنسبة للهاند ما ضلع بها. يعني ما ما كو ما مصوره بشكل دقيق. مصور لي العظم بشكل دقيق. بينما هنا لأ. العظم ما مصوره بشكل دقيق. اوكي مصور لي بشكل دقيق. فهذا الفرق ما بين فرق ما بين صورة وصورة طيب خلنا اخد صورة ثانية اللي هي هاي. هاي طبعا احنا قلنا شنو قلنا الشسمة. الامار اي طين تمر فيه. بينما هنا هاي اكس راي. طيب. ام بما انه يطيني تمر فيه فاني اكدر اخذ اه شسمة. شوف هاي هنا انا شوف هاي العضلات. عضلات مبينة بين العربطة الاوتار. ام بين كل شيء مبين. اوكي? ليش? لانه الامار اي طيني. السفدتو شو يهتم بيها. يطلع ليها بشكل واضح. اوكي? فكل شيء مبين. فقعد يقصد اياه يعني هاي 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 ليش? انه قصها قصد اياها الطاني عنها. يعني الطاني هاي سموه هسا. هذا يعني سكشن. اوكي? يعني قصها سكشن يعني قصها. اوكي? سوري. طيب. اه هذا كل الفكرة بالموضوع. هذا كل الفرق ما بين الامار اي والاكسراي. طبعا مثل ما قلت لكم انه هذا مو الفيديو الكامل. الفيديو الاساسي. حتتلقون الرابط ما انت اسفل. و لا تجسوا اللايك وشير وسبسكرايب واشتركوا اكوا قناة تليجرام جواد. بدون تشتركوا بيها بوصف الفيديو. بدون تشتركوا بيها انشر بيها المعلومات اللي يتكون بشكل سريع يعني. مو ان لا اسوي عليها فيديو وينتظر الفيديو يمكن مدة يومين او ثلاثة يلا ينشر. فالمعلومات تكون سريعة ويعني غالبا انه المعلومات تكون وقت الامتحانات. يجل من ما يكون عندي وقت فانشر على قناة التليجرام. ان شاء الله اشياء تعجبكم دائما. سواء كان بقناة اليوتيوب ولا قناة التليجرام. فاشتركوا بقناة تليجرام حتى يوصلكم كل جديد سريع. نلتقي بفيديو اخر.